طيب إذن فيما يتعلق بالسن القانونية في هذه العاملات وهذه العمال ديال البيوت هناك بعض كاللي كيخرق هذا القانون مثلا بعض الأسر كيشغلوا الإبن ديالهم ولو الإبنة ديالهم تحت هذا السن تحت يعني ربما هذا إكراه تحت ذريعة الهضر المدرسي الفقر الإبن ما كيبجيش لمدرسة كي نقطع المدرسة وهما أسر يعني معوزة كي يضطروا أنهم يشغلوا هذا الطفل أو الطفلة في هذه البيوت تحت السن القانوني يعني هذا ربما إكراه كيف يمكن قراءة هذه الحالات من ناحية القانونية هو ربما بالنسبة ل هذه الحالات أستاذة خادجة نقرأها من ناحية القانونية ولكن في نفس الوقت مخصناش نغفله المعطاء المجتمعي المعطاء التقافي مجموعة من خلفيات محنصق علائقي اللي كيربط مجموعة من مكونات واللي كتأثر فضل على قدية الشغل المنزلي هنا ممكن جنة حدو القانون بوحده غيحارب أو غيطوق ظاهرة عمالة الأطفال القاصرين لأن ربما هذه المبررات اللي هي نفسية واجتماعية هي اللي كتدفع بهذه الأسر لترك هذه الأطفال ديالهم في العمالة ديالبيوت طبيعا الحال هنا القانون هنا دي العمالة الأطفال عمالة القانون المحدد للعمل منزلي للشروط تشغيل وشغل العمال منزليين وعملات المنازل ممكنش يشتغل بشكل أحادي طبيعا الحال ستكون مرأم وحد المقاربة أفقية هناك القانون يمكن نضمج مع المقتضيات واللي كيمشي في تجاه أنه يحمي ديالك بدل يشتغل في نسق داخل وحد نسق معين هنا هذا القانون هذا إيرام التمشي مثلا توفر وحد المناخل اللي هو بطبيعة الحال خادم وحدها الشاشة اجتماعية وحد الفقر مطقع وحد من المسلمين الأسرة معينة وليما يدخلوا من هذا المنطقة على وجه المأمور إلا ما كانش كينا واحد المقاربة ديال محاربة لهذا المدرسي باعتبار أن أطفال هدوك ما يتوجهوش المنازل بيش يشتغلوا ولكن يكملوا القرية ديالهم إلا ما كانش كينا واحد المقاربة ديال التوعية والتحسس ديال المواطنين أن ديك الطفل من الحق وفعلا أنه يكمل قريةه حتى 18 سنة من المور 18 سنة ديك الساعة يقدر يقرر أنه وش يكمل قريةه ولا مش يكمل في المنزل ولا هدي بالطبيعة الحال هنا إلا ما كانش كينا واحد المقاربة شمولية قد تسعى مجموعة من مؤطيات المواطن القانوني المواطن الاجتماعي المواطن الاقتصاد ديال الأسر اللي حالي نقوله قتورد الأطفال ديالها من أجل أنه مشتغل إذن تضافر ديال هد كل الجوانب والعوامل طبيعة الحال تضافر مجموعة من الجهود بيش فعلا نقدرون أن نحاربوا المسألة ديال أطفال ديال عمالات الأطفال أو أن تقوى إلى حد ما هنا بالروجب للقانون طبيعة الحال القانون ونضع مجموعة المقتضاية كما أسرقنا بالنسبة للمسألة الإدن نعم بين 16 و 18 سنة نفسي يكون عنده إدن طرف الولي ديالوق بالما يوقعنا العقد قلنا على الأسأل أن كنا مراقبة ديال كورسية أشهر ومراقبة طبية الزامنية أن يكون هنا الاشتغال من وعليه يشتغل في واحد الحي الزماني ليلي بيش يتم الاحترام ديال الفترة ديال التوازن البيولوجي ديال ومؤثر لشل النمو كذلك المنع أنه يشتغل في أماكن مرتفعة غير آمينة ترجمة نانسي قنقر